المحبة والطاعة مرتبطين ببعض ارتباط شديد جدا مش ممكن أبدا أن نحن نكون بنحب شخص محبة حقيقية لكن ما عندناش استعداد أن نطيع هذا الشخص كمان مش ممكن نطيع شخص عن رضا وعن اقتناع إن ما كناش بنحب هذا الشخص محبة حقيقية المحبة والطاعة هم أكبر دليل أو الطاعة هي أكبر دليل على محبتنا لله تربية أبنائنا على الطاعة هو أمره هم جدا في الأسرة وفي العائلة طاعة الله في العائلة هو موضوع حلقة النهاردة فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج بيت المتقين حلقة النهاردة هي عن الطاعة في العائلة الطاعة هي من أكبر الوسائل أو من أكبر الأشياء اللي ممكن نعبر بها عن محبتنا لله في الحقيقة ما نقدرش أبدا إن احنا نظهر محبتنا لله إن لم نكن مستعدين لطاعة أول اختبار وجهه الإنسان كان اختبار الطاعة والولاء لله الله خلق لآدم محوى كل ما يحتاجانه لحياة سعيدة وهادئة وما طلبش من آدم محوى في المقابل أي شيء سوى الطاعة واللي كان ممكن إنهم يبرهنوا عنها فقط من خلال ابتعدهم عن ثمر شجرة معرفة الخير والشر اللي نهاهم الله من الأكل منهم أكيد ده ما كانش طلب صعب وما كانش يعجز آدم وحوى على تنفيذه الله ما طلبش شيء مستحيل من آدم وحوى كانوا يقدروا يتمساكوا بكلام الله كانوا يقدروا إنهم يطيعوا الله ويغلقوا الباب على الشيطان إنه يدخل ويدمر حياتهم ويدمر الحياة على الأرض خاصة إن جنة عدم كانت مليئة بكل أنواع الأشجار والثمار اللي كانت متاحة لآدم وحوى طول الوقت لكن الشيطان نجح في إنه يقود آدم وحوى إلى كسر كلام الله وعسيانه وقدر إنه يجعلهم يفشلوا في اختبار الطاعة والولاء لله منذ ذلك الوقت أصبح البشر جزء من الصراع الكوني بين الخير والشر بين البر والخطية وأصبح محور هذا الصراع هو طاعتنا لله وتمسكنا بوصياه في كل مرة بنقرر إن إحنا نطيع الله ونتمسك بكلامه إحنا بنعلن عن انتماءنا لله وولقنا له وفي كل مرة بنعصى الله وبنتبع شهوتنا وبنقع في الخطية فإحنا بنعلن عن انتماءنا لعدو الخير وولقنا له لذلك مسألة الطاعة واتباع وصايا الله وتنفذها بدقة وجعل هذا هدف في حياتنا دائما هو مسألة هامة جدا في تحديد مصرنا الأبدي وفي تحديد موقعنا في هذا الصراع الكوني لا يمكن زي ما قلنا لا يمكن التعبير عن محبتنا لله إلا من خلال حفظنا لوصياه ومن خلال طاعته الرب يسوع أمرنا قائلا في يحنى 14 العدد 15 إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصياي الشرط بسيط إن كنا بنحب الله علينا أن احنا نحفظ وصياه أكيد حفظ وصيا الله محتاج جهد ومحتاج أن احنا نحارب طبيعتنا البشرية اللي دايما بتدعونا للخطية وأن احنا يسكن فينا روح الله القدوس الرب يسوع ما وضعش أي شرط آخر لمحبتنا له سوى طاعتنا له وحفظ وصيانا له كمان بنقرف في يحنى الأولى 5 والعدد 3 فإن هذه هي محبة الله أن نحفظ وصياه ووصياه ليست ثقيلة هي دي محبة الله أن احنا نحفظ وصياه إن ما كانش عندنا استعداد أن احنا نحفظ كلام الله أن احنا نبحث عن هذه الوصايا في الكتاب المقدس وننفذها مهما تطلب الأمر مهما كلفنا هذا الحفظ وهذه الطاعة لازم أن نحفظ وصياه الله لأن هي دي الطريقة الوحيدة اللي بنعبر بها عن محبتنا لله الكتاب المقدس بيقول لنا أن الله محبة وأن محبته غمرت البشرية كلها أي حب أعظم من هذا أن يبزل الإنسان نفسه فداء من أجل أحباه ده اللي عمله الرب يسوع من أجلنا ترك السماء وقت على الأرض تجسد فسورة إنسان وتحمل كل مآسي الحياة ومصاعبها ومات على الصليب من أجلنا فبالتالي علينا أن احنا نستجيب لهذه المحبة بأن احنا نحب الله لما سؤل الرب يسوع عن أعظم أوصية في الكتاب المقدس قال أحب الرب إلهك من كل قلبك من كل قوتك من كل فكرك والثانية مثلها أن تحب قريبك كنفسك بهتين الوصيتين يتعلق النموس كله والأنبياء محبة الله ومحبة بعضنا البعض هي الطريقة الوحيدة اللي نثبت أن احنا أوفياء لله وأن نظهر ولأنا له ومحبة الله زي ما قلنا ممكن نبرهن عنها فقط من خلال حفزنا لوصية إذا احنا ما بنحفظش وصايا الله هتبقى محبتنا لله مجرد كلام مجرد نظريات ما لهاش أي صلة بالواقع إذا كانت محبة الله لنا محبة بالكلام فقط ما كانش الله بذل ابنه من أجلنا لكن زي ما بتقول الآية الشهيرة في يحنى 3-16 لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد محبة لازم يبرهن عليها بالعمل حبتنا لله لابد أن نبرهن عليها من خلال حفزنا لوصية زي ما قلنا المحبة محبة الله وطاعتنا له لا يمكن فصلهما عن بعض هذه المحبة بتجرب باستمرار زي ما جذب الشيطان آدم وحوى إلى الشجرة المحرمة وجعل حوى ترى أن هذه الشجرة جيدة للنظر وأن صمرها بهجة للعيون لا يزال الشيطان يستخدم نفس الخدعة ونفس الأسلوب معنا اليوم بيضع الخطية أمامنا في كل وقت وبيظهر لنا أن في كسر كلام الله وفي اتباع شهواتنا متعة وإرضاء للنفس وإشباع للرغبات وهنا بيكون اختبار محبتنا لله وولأنا له فإذا استسلمنا لرغباتنا واتبعنا شهواتنا وسقطنا في الخطية فإحنا بنعلن أن محبتنا لله محبة ناقصة وغير حقيقية أما إذا تمسكنا بوصايا الله إذا انتهرنا إبليس ورفضنا الوقوع في تجربه هنكون بنعلن عن محبتنا لله وولأنا له علشان كده بيقول بوليس الرسول في كورنسوس الأولى الإصحاح التاسع والعدد 26 بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرسته للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا أقمع نفسي وأستعبده النفس دايما أو جسد الإنسان دايما بيدعو الإنسان للخطية كل خطية هي بتخاطب جسد الإنسان بتخاطب احتياجاتنا الجسدية لكن احتياجاتنا الروحية مش ممكن نرضيها إلا من خلال كلمة الله كل خطية هي إرضاء لرغبات الجسد والشهوات الجسد علشان كده لازم نتعلم من مثال بوليس الرسول أن نقمع أجسدنا أن نكون المسيطرين على أجسدنا ما نخليش أجسدنا هي التي تسيطر علينا أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا زي ما قلنا تمسكنا بوصايا الله ومحاربتنا لإبليس هو الدليل على محبتنا لله كمان إزاي نقدر نحارب التجربة إزاي نقدر نتمسك بالطاعة من خلال كلمة الله من خلال معرفتنا بكلمات الكتاب المقدس من خلال تأملنا في وصايا الله يقول مزمور واحد واحد توبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاه لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس بل في نموس الرب مصرته وفي نموسه يلهج نهارا وليلا في نموس الله مصرة الإنسان في كلمة الله فرح وبهجة الإنسان إذا إحنا تأملنا في الكلمة إذا حفظناها في قلبنا هنقدر من خلال الكلمة نتمسك بطاعة الله ونحارب الخطيئة لما جرب الرب يسوع في البرية من إبليس وحاول إبليس أن يغوي الرب يسوع بشهوات الجسد بالأكل بيتعظم المعيشة بالكنوز الأرضية حارب الرب يسوع الشيطان بالكلمة بكلمة مكتوب بالتالي علينا أن نستخدم الكلمة باستمرار في حربنا جرب عزيز المشاهد وجرب عزيزة المشاهدة وقت ما تلاقي الشيطان بيحاول أنه يتسلل إلى عقلك وقت ما بيحاول الشيطان يجذبك للخطية والكسر كلمة الله ردت بعض الآيات اللي موجودة من الكتاب المقدس جميل جدا أن احنا نحفظ آيات من الكتاب المقدس نحفظ آيات من المزامير من سفر الأمثال كنا في الماضي بنسمع عن أباء وأبناء وأمهات بيقضوا وقت في حفظ كلمات أو حفظ آيات من الكتاب المقدس من 10-15 سنة 20 سنة فاتوا ما كانش فيه حاجة اسمها جوجل ما كانش فيه إنترنت لما كنا بنبحث عن آية كنا بنستخدم ذكرتنا علشان نعرف الآية دي وندور عليها ونبحث ونقضي وقت أكتر مع الكتاب للأسف النهاردة التكنولوجيا زي ما لها جزء مفيد ونافع للإنسان لها كمان جزء دار بدأت تقلل من قوة عقلنا وبدأنا نعتمد عليها بشكل كبير الحقيقة أثبتت بعض الدراسات أن الأشخاص اللي بيحفظوا الكتاب المقدس وبيتأملوا في الكلمة خاصة كلمة الكتاب المقدس وبيدربوا عقلهم على الحفظ وعلى تمسك بكلمة الله بيكونوا أقل عرضة لأمراض الشيخوخة عن غيرهم فيه ناس في الشيخوخة بيعانوا من أمراض زي الزهايمر بينسوا كتير بمخهم قوة العقل بتضعف وده بيكون نتيجة لاعتماد الإنسان أكتر وأكتر على التكنولوجيا ويهملنا للقوة اللي الله ادهلنا قوة العقل لازم نحفظ كلامات الكتاب المقدس لازم نحفظ آيات من الكتاب المقدس نتأمل فيها ونستخدمها وقت التجربة بالصلاة الروح القدس اللي أوحى لكتاب الكتاب المقدس أنهم يكتبوا هذه الكلمات هيوحي لنا أن نستخدمها في الوقت الصحيح وقت ما يحاربنا الشيطان بتجربة معينة الروح القدس هيقدر أنه يذكرنا بالآيات اللي حفظناها واللي ممكن تحمينا من هذه التجربة بعينها شيء تاني مهم طاعت الله لا ترتبط بالظروف اللي بنعيش فيها مش ممكن أبدا تكون طاعتنا لله معتمدة على حالتنا المادية إذا كانت مخزننا ممتلئة أو حالتنا الصحية بصحة جيدة وعائلتنا خالية من المشاكل إذا بيكون من السهل أن نطيع الله لكن إذا فرغت خزائنا أو إذا وجهنا المرض أو بدأت المشاكل تدخل إلى عائلتنا بننسى طاعتنا لله وبنبدأ نبحث عن حلول أرضية وبالتالي بنكون عرضة للخطيئة طاعتنا لله ما بترتبطش بالظروف أبناء الله الحقيقيين بيطيعوا الله في كل وقت في وقت العوز وفي وقت الشبع في وقت الصحة وفي وقت المرض طاعت الله لا ترتبط بالظروف في ناس كتيرة بيأخذوا من ظروفهم الاجتماعية ومن ظروفهم العائلية أسباب أو أعذار للوقوع في الخطيئة ويبدأوا يأجلوا أنا هطيع الله أنا هبدأ أدرس في الكتاب المقدس أنا هعمل وهعمل هحسن حالة الروحية لما ظروفي تتحسن ويبدأوا يأجلوا ويأجلوا لكن في الحقيقة بيفضلوا في دوامة من الظروف اللي عمرها ما بتتحسن عجلشان كده طاعتنا لله مش لازم أبدا ترتبط بالظروف اللي محيطة بينا طاعتنا لله هو هدف في حياتنا لازم نسعى ليه تحت أي ظرف وتحت أي بند لازم تكون طاعة الله هي الأهم في حياتنا ندرب أنفسنا عليها وندرب أبنائنا على هذه الطاعة للوقت يا عزيزي المشاهدين هنروح لفاصل قصير ما تنسوش ترسلونا على البريد الإلكتروني اللي ظاهر على الشاشة أو تتصلوا بينا على الرقم التليفوني اللي موجود فاصل ونعود إليكم فابقوا معنا عدنا عليكم عزيزي المشاهدين وبنواصل حدثنا عن طاعة الله في العائلة الدقيقة طاعة شيء مهم وهي اختبار لولاءنا وانتماءنا لله علشان كده لازم ننمي روح الطاعة في العائلة إذا كنا إحنا الأباء والأمهات مثال جيد للطاعة هذا المثال هينتقل إلى أبنائنا لابد على كل أب وكل أم أنهم يربوا أولادهم على الطاعة لأن الطاعة طاعة الولدين هي اللي هتأهل للأبناء أنهم يطيعوا الله في كل تجارب حياتهم على الأب والأم أنهم يغرسوا روح الطاعة في أبنائهم مش الطاعة الإجبارية مش الطاعة اللي بيستخدم فيها الأبوين العنف والضغط علشان يكبروا أبنائهم على الطاعة بالعكس هذا النوع من الطاعة بيكون له تأثير سلبي وسيء جدا على النواحي النفسية والروحية للأبناء لكن لازم يدربوهم على الطاعة المبنية على الفهم والاقتناع لأن بالطريقة دي هيطيعوا الله من خلال فهمهم لكلمته ومن خلال اقتناعهم بوصايا الله إذا غرسنا في أبنائنا روح الطاعة طاعة الأبوين وطاعة الله هنقدر نكون مطمينين عليهم ونتأكد أن مهما وجههم في الحياة مصاعب وتجارب قوية هذه الطاعة تمسكهم بكلام الله هتخليهم يخطوا هذه التجارب بنجاح ويوجهوا الحياة بمختلف تجاربها طيب خلونا نشوف مثال من الكتاب المقدس عن أهمية الطاعة في حياة الأبناء كان دانيال ورفقائه في سن صغيرة في سن صغيرة لما أخذوا أسرة إلى مملكة بابل كانوا لازالوا في مرحلة الشباب أو في بداية مرحلة الشباب لكنهم تربوا على مبادئ روحية رفضوا أنهم يتخلوا عنها على الرغم من كل الضغوط اللي تعرضوا لها أول ضغط وجهه دانيال والفتية السلاسة هو تغيير أسماءهم نقرأ في سفر دانيال الإصحاح الأول والعدد ستة عن الضغوط اللي تعرض لها دانيال ورفقائه من قبل مالك بابل فبيقول الآيات وكان بينهم من بني يهوزة دانيال وحنانيا ومشائيل وعزاريا فجعل لهم رئيس الخصيان أسماء فسمى دانيال بالتشصر وحنانيا شدرخ ومشائيل ميشخ وعزاريا عبد ناغو كانت أسماء دانيال ورفقائه بتدل على إيمانهم واتباعهم للإله الحقيقي الإله الخالق لكنهم لما دخلوا أسرة في أرض بابل أجبروا على أنهم يغيروا أسماءهم واتخذوا أو جعل لهم أسماء فيها دلالة على اتباعهم لألهة وسانية ورغم تغير كل الظروف اللي حواليهم رغم تغير الأرض اللي تربوا فيها الوطن والمناخ اللي حواليهم حتى تغير أسماءهم فضل تمسكهم بطاعة الله وبكلمته غير قابل للتغيير مهما كانت الظروف الفتية السلاسة رفضوا أنهم يتخلوا عن إيمانهم الظروف الجيدة اللي بنوفرها لأبنائنا ممكن تتغير البيئة اللي بنربيهم فيها ممكن تتبدل وممكن يتواجدوا في بيئة مختلفة تماماً إيه اللي ممكن يضمن للأبوين أن أبنائهم هيظلوا ثابتين في الإيمان متمسكين بكلمة الله وإن تغيرت بيئتهم وإن تغير مكان وجودهم هي الكلمة والطاعة اللي بيغرسها الأباء في الأبناء هي الشيء الوحيد اللي بيضمن أن الأبناء هيظلوا متمسكين بإيمانهم ومش هيتغيروا مع الظروف أكيد بتختلف هذه قاعدة من شخص لآخر ومن ابن لآخر في أبناء مهما عمل الأبوين ومهما غرسوا فيهم من مبادئ بيكونوا بطبيعتهم أكثر ضعف وأكثر عرضة للخطية لكن في أغلب الأحيان ووقت ما بيقوم الأب والأم بدورهم بالصلاة في غرس مبادئ الكتاب المقدس في الأبناء بتكون هذه المبادئ سلاح كافي لمواجهة الحياة أول اختبار وجهه الفتية الثلاثة كان اختبار شهوة الأكل زي ما كلنا عارفين ده هو كمان أول اختبار وجهه آدم وحوى حوى رأيت أن الشجرة شهية للنظر وأن ثمرها جيد وبالفعل أخذت وأكلت من ثمر هذه الشجرة وكسرت كلام الله في كتير من الأحيان الشيطان بيحاول أن يدخل إلينا عن طريق شهوة الأكل عن طريق عدم السيطرة في شهوتنا للطعام لازم يكون من ناحيتنا فيه تحكم في النفس وأن احنا ما ننغمش في شهوة الأكل لأن احنا بذلك بنضعف أكسادنا وبنضعف عقولنا وبنجعل الشيطان أو بنعطي الشيطان فرصة أن يتحكم فينا لازم شهوة الأكل تكون بقدر الإمكان تحت سيطرتنا وتحت تحكمنا أول اختبار وجه الفتية الثلاثة كان اختبار شهوة الأكل أمر الملك نبوخز نصر أنه يعين للفتية الثلاثة وليمة يومية من أطيب الملك من كل ما تشتهيه العيون كل أنواع الأكل كانت موجودة أمامهم لكن المشكلة أن هذه الأطيب وهذه اللحوم اللي كانت موجودة على مائدة الملك كانت مسبوحة أمام آلهة بابل الوثنية كان شرط من شروط مملكة بابل أن أي حيوان يزبح لازم يزبح في المعابد الوثنية وأمام الآلهة الوثنية ويقدم منه قربان لهذه الآلهة وتقدمات لهم علشان كده رفض دانيال ورفقائه أن يتنجسوا بأطيب الملك وقرروا أنهم ما يكلوش مما زبح للأوسان وأنهم يأكلوا البقليات فقط فبتقول الآيات أما دانيال فجعل في قلبه ألا يتنجس بأطيب الملك ولا بخمر مشروبه فطلب من رئيس الخسيان أن لا يتنجس كلمة جعل في قلبه هي كلمة مهمة لفهم هذه الآية كل إنسان بيواجه الخطيئة بيواجه التجربة بيبدأ السقوط أو الانتصار في قلب الإنسان إذا الإنسان جعل في قلبه أن لا يتنجس بالخطيئة إذا جعل في قلبه أن يتمسك بكلمة الله الله هيكمل ضعفنا البشر هيدينا قوة أن نحن نقدر نحارب هذه الخطيئة ونتمسك بكلام الله أما إذا جعل الإنسان في قلبه أنه هيتجاهل أو هيتناسع أو هيترك كلمة الله بيكون بالتالي عرضة وبيضعف من قوته الروحية وبالتالي بيسقط في الخطيئة دانيال ورفقاءه جعلوا في قلوبهم أنهم ما يتنجسوش بأطيب الملك وأنهم يكلوا البقليات اللي ما فيش شيء فيها ذبح ما دبحتش للأوسان وبالتالي قرروا أنهم يتمسكوا بمبادئهم ويرفضوا أي شيء له علاقة بالأوسان أو أي شيء ممكن يأثر على حياتهم الروحية ممكن يكون البعض بيشوف أن ده اختبار صغير وبالفعل إحنا في حياتنا بنمر باختبارات يمكن تبدو أنها صغيرة وبسيطة لكن تمسكنا بكلام الله في الاختبارات الصغيرة دي هو اللي هيأهلنا أن احنا نتمسك بكلام الله وقت التجارب الكبيرة والصعبة الشيطان بيتسلل إلينا تدريجيا ما بيقضناش إلى التجارب الضخمة مرة واحدة لكن حبة بحبة بيضع قدامنا تجارب صغيرة وإذا تنازلنا بشكل بسيط هندرب عقولنا وهندرب نفسنا روحيا على التنازل إذا دانيال ورفقاءه تنازلوا في هذا الشيء البسيط اللي اشترك فيه ناس كتيرة في الوقت اللي وقف فيه دانيال ورفقاءه ورفضوا أنهم يأكلوا من أطايب الملك كان فيه ناس كتيرة وشباب في أعمارهم تخلوا عن إيمانهم ووقت ما دخل شعب إسرائيل في السبي إلى باب تركوا الإله اللي تربوا ونشأوا عليه وانغمسوا في العادات والعبادات الوسانية لبابل لكن دانيال ورفقاءه تمسكوا بالإيمان وقرروا أن في مواجهة هذه التجربة البسيطة هيفضلوا متمسكين بكلام الله ومش هتخلوا عنه نفس الشيء إذا دربنا أبناءنا عليه أنهم يطيعوا الله في الأشياء الصغيرة في الأشياء البسيطة هنكون بذلك بنأهلهم أن الله يستخدمهم في أمور كبيرة وأنهم يشهدوا لله شهادة في التجرب الصعبة اللي بيمروا بيها كانت نتيجة تمسك دانيال ورفقاءه بكلام الله وطاعتهم لأن الله أعطاهم حكمة فوق كل من حولهم وظهرت هذه الحكمة أمام الملك وكل شهد أن دانيال ورفقاءه فيهم حكمة من الله وعشان كده الله استخدمهم علشان يشهدوا ليه أمام جميع ممالك الأرض وقت ما رفضوا أنهم يسجدوا للتمثال اللي صنعوا نبوخز نصر وآمر الجميع أنهم يسجدوا لهذا التمثال حتى أن نبوخز نصر نفسه وقت ما وجد أن الفتية الثلاثة تمسكوا بإيمانهم ورفضوا أنهم يخضعوا للتمثال وحين أمر الملك نبوخز نصر أنهم يلقوا في أطون النار وكان متوقع أن الأطون هيلتهمهم أول ما يدخلوا فيه لكنه وجد أن الفتية الثلاثة خرجوا من أطول النار دون أن تمسوهم النار في أي شيء حتى رائحة ملابسهم لم تتأثر بالنار ووجد معهم وهم بيتمشوا في وسط النار شبه ابن الآلهة واللي هو بالفعل كان الرب يسوع إذا إحنا قررنا أن نتمسك بكلام الله إذا إحنا دربنا نفسنا في العائلة وفي حياة أولادنا أن نتمسك بكلام الله حتى وإن مرينا في أطون النار حتى وإن كان تمن تمسكنا بكلمة الله هو أن نخسر كل شيء في حياتنا في هذه الأوقات هنجد أن الرب يسوع موجود معنا في وسط المشكلة في وسط الريح في وسط أطون النار وهيحمينا من أي أثر للخطيئة الفتية الثلاثة كانوا مستعدين أن يفقد حياتهم بسبب تمسكهم في سبيل أنهم يتمسكوا بكلمة الله وبالفعل خرج الفتية الثلاثة من أطون النار وهم في كامل صحتهم ولم تمسوهم النار بشيء وكانت نتيجة هذا الإختبار القوي هذه الشهادة اللي شهدوا بيها لله أمام جميع مملك الأرض وأمام أعظم ملك في الأرض في هذا الوقت الملك نبوخذ نصر أن نبوخذ نصر نفسه شهد لإله الفتية الثلاثة وقال تبارك إله شدرخ وميشخ وعبناغو الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين اتكلوا عليه وغيروا كلمة الملك وأسلموا أكسادهم لكي لا يعبدوا أو يسجدوا لإله غير إلهتهم هو ده المثال المفروض أن نتبعه ونقويه في الأسرة وفي العائلة بركات كتيرة هنقدر نحصل عليها من الله بركات كتيرة هنختبرها في حياتنا نمو روحي نمو عائلي سلام وهدوء وتمأنينة هنقدر نختبرهم في الأسرة إذا إحنا تمسكنا بطاعتنا لله واجهنا كل الظروف وكل التحديات وإحنا عارفين ووثقين أن الله معنا في كل هذه الظروف لأن إحنا جعلنا في قلبنا أن نتمسك بكلام الله وأن نبزل كل غالي وثمين في سبيل أن إحنا نطيع الله ونظهر محبتنا له زي ما قلنا طاعة الله وحفظ وصياة هي الطريق الوحيد لتعبير عن محبتنا لله كنا نتمنى أن يكون لنا وقت أطول في حلقتنا لكن للأسف حلقتنا انتهت وعلى وعد أن نلقاكم في حلقة قادمة في انتظار أن نتلقى رسائلكم ومكالمتكم على البريد الإلكتروني وعلى الرقم التليفون اللي ظهر على الشاشة إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة الرب معكم ويحاصم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة